القهوة من غير الوش لا تشرب لا أعرف يقول لك قهوة مغلية لا أعرف ماذا قهوة مغلية قهوة يعني الوش هذا الوشي أطعم ما في القهوة ألزم ما في القهوة الوش أريد مع القهوة دي أمعلم ترح تلعب الف وتسعمية وخمسين لعبة السلام عليكم وزيقوا على أقباركم وعمليني يا رب خير دعم معكم اسلام فايت في فيديو حماس النهر دا معنا في فيديو حماس جدا يا رجالة تشغيل الألعاب القديمة على البلاستيشن 4 عن طريق محاكي واحد هتنزله ونكتبت ألعاب ألفين لعبة تقريبا تقدر أنت تنزلهم على جهاز البلاستيشن 4 وكل ده هتشرحه لك زي تنزل برنامج زي تنزل المكتبة دي زي تشغل الألعاب كل دا من الألف اللي هيبقى موجود في فيديو النهاردة فجاهز حالك كده معلم هاردسك جميل كده أو فلاشة وتعالك كده ركز معي علشان هشرح لك التفاصيل كلها الملفات اللي احنا بتستخدمها العتاولة عارفين بيلقوها فين ولو انت من العتاولة وجودها تنزلها من سبسكراك واشتراك وهقولك تلاقي الملفات فين عملت سبسكراك واشتراك ها عملت نزلت لو انت نزلت دلوقتي يا معلم وانت تحت كده هاقول لك اهو هتنزل في الكومنت المثبت تحت برضو تحت علامة الاشتراك دي او السبسكرايب دي هتلاقي في كومنت المثبت الكومنت المثبت ده هتدوس عليها حولك للتليجرام وتلاقي الملفات دي كلها في التليجرام تقوم ايه منزلها واتبع بقى معي الشرح دلوقتي اعتاولا احنا على جهاز الكمبيوتر بصوا اعتاولا بقى ركزوا معي في الحتة دي البرامج اللي احنا هنستخدمها ولكن في نقطة البرنامج اللي لازم يبقى موجود عندك على الجهاز البيئيس فور اكس بلورر لازم يبقى موجود على الجهاز لو مش موجود عندك شوف الفيديو ده هتلاقي في كل حاجة خاصة بتثبيت الملف ده وتنزيله عندك على جهاز البليستيشن فور لان لو هذا البرنامج مش موجود مش هتعرف تعمل الخطوات دي فمعلش رح نزله وتعب نفسك شوية وبعد كده تعال بقى يا معلم علشان اقولك على الشرح دلوقتي ده البرنامج اللي احنا هنستخدمه بعد كده اللي هو المحاك نفسه عندك زي ما قلنا ادي الالعاب مساحتها 7 جيجا متخيل 7 جيجا 8 جيجا تقريبا دخل في 8 جيجا الالعاب طبعا يا معلم اسلام انا دلوقتي مطلوب مني احطت الحاجات دي فين على اي هارد او هاي فلاشة يعني معك هارد او فلاشة حطهم علي ولا اكتر ولا يقال وفي اي حتة جوه فلدر برلا فلاشة مش مشكلة لان البرنامج ده اللي هو بيس فور اكسب لورا بيخليك تقدر تثبت الالعاب وتنقل الالعاب والبرامج وكل حاجة حتى لو جوه 20 فلدر مش هيفرق معك قدام عندك البرنامج ده ما بيش حاجة تفرق معك بعد كده هتاخد الهارد او فلاشة ونروح بقى فين على جهاز البليستيشن دلوقتي يا رجال احنا على جهاز البليستيشن نيجي بقى ايه للخطوة المهمة لازم قولنا يبقى عندك البرنامج ده بي اس فور اكسب لورا لازم بيبقى موجود عندك على جهاز بنبهوا بعد كده هتيجي بقى تخش على البرنامج ده عشان نثبت بقى ايه ملف البيك جي اللي هو بتاع المحاكي نفسه اللي بيشغل الالعاب ده هتدوس تشغل البرنامج عادي هتيجي هنا في ثواني في م ان تي وبعد كده هتخش في او اس بي زيرو وعشان ده اول هارد يعني عشان تبركب هارد واحد فهو بيقر هنا وبعد كده هتنزل تحت انا كنت مسمي الفولدر ار اهو وبعد كده هتيجي هنا اللي هو برنامج البيك جده اللي هو اريترو هتدوس عليه وبعد كده هتدوس ال مع اكس ال تو ومع اكس او اللي هي اللي هنا وبعد كده ال اكس سيبدأ انه يعمل تثبيت لي المحاكي او البرنامج ده هنستنى لحد ما يخلص هو دلوقتي بيقول لك خلص خلص كده خلص تمام هتعمل حاجة مهمة جدا وركز معي قبل ما تروح تنقل بقى الالعاب الموضوع سهل جدا على فكرة ما فيش اي حاجة قبل ما تروح تنقل الالعاب كل اللي انت هتعمله حاجة واحدة بسيطة جدا ويتشغل البرنامج لازم تفتح المحاكي ده بعد ما تفتح المحاكي مش هتلاقي طبعا اي العاب شغلة واي حاجة هتقفل المحاكي وعادي خالص من غير اي حاجة وبعد كده هتعمل اغلاق يعني لازم تفتحه وترجع تقفله تاني مش مشكلة وبعد كده تخش تاني هنا وبعد كده تجي هنا في الفلاشة التي انت حضرتها وهو حضرت فيها الرومز دي هتيجي تدوس على المثلث وبعد كده تطلب المثلث وبعد كده ترجع دايرة ترجع دايرة ترجع دايرة لحادي ما ترجع سطح الهارت بتاعك بتاع البلستيشن نفسه وبعد كده تدوس على einemp standard وبعد كده هتيجي هنا تدوس على nehmen PFBA لو انت ما لقيتش الكلمة دي بقى انت مت تحتش البرنامج او المحاكي بتاع الألعاب لازم تفتحه وتقفله عشان تظهر معاك هنا هتخش هنا وبعد كده هتيجي هنا تدوس دايرة لا معلش يدوس مسلس بعد ما تدوس مسلس وبعد كده تدوس على بست زي ما انت ما شايف كده هيبدأ ان هو ينقل الألعاب بعد ما يخلص نقل هتروح بقى تفتح البرنامج هتلاقي الألعاب بتاعتك كلها موجودة والألعاب موجودة والألعاب شغالة معاك ممكن تلاقي بعض الألعاب مششغالة وفيها مشاكل ده طبيعي ولكن في المجمل حتى نروح نشوف الألعاب خلص يا رجال قرب يخلص فاكرين زمان يا رجالة يعني كنا بنعود قد دقيقة قدام الألعاب دي بجد والله انا يمكن لما جربت انا فرحت قابل الألعاب دي ولكن استغربت يعني ازاي انا كنت في العب الألعاب دي زمان مقارنة بالألعاب بتاعت الجيل ده ايه ده يعني ازاي كنا بنلعب الألعاب دي زمان مكعدت بالنسبة لنا ولكن طبيعي جدا دي طبيعة الحياة شوف زمان كان الاخراج والتصوير والأفلام عملت ازاي كل حاجة في تقدم كده طيب دلوقتي خلصنا يا زي انتم شايفين هنيجي بقى نخرج من البرنامج خالص وتيجي هنا بقى تفتح البرنامج بتاعك اللي هو المحاكب يا رجال تحالوا بينا كده بقى نفتح المحاكب ونشوف كده بسم الله زي انت مشايف بقى بدأ يجمع الألعاب تحت زي انتم شايف بص 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 يا يحب كمية الألعاب انزل 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 كل هذه الحوالى 2 لعبة بصبت كانت حوالي 1900 وشوية انزل كل هذه الألعاب قديمة مكمل مكمل كل هذه الألعاب ألعاب كثير جدا 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 كل ما تنزل يعني كل الألعاب اللي انت عايزها كل اللي انت هتعمله عايز تشغل يعني ايه اي لعبة انا معرفش دي ايه ولا دي ايه يعني في علعب كتير قوي ما جربناهاش بس كمية علعب كتير جدا جدا يعني بص 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 كتير قوي يعني يعني اي لعبة انت عايزها بقى تدس عليه يعني في المجمل يعني خلينا مثلا نشغل اللعبة زي دي اي لعبة يعني نشغل اي لعبة دلوقتي مجرد ما تشغل اللعبة اللعبة بتشغل معك زي انت ما شايف بعد كده بتبدأ ده يعني انت اغلبية الشغل بتاعك ده الستارت والتاتش بار يعني هما الاتنين ياه طب والله اللعبة ده انا افاكرها حد يفوق وفاكر اللعبة دي اللعبة دي كانت جميلة وكان بتلاب بالجوستيك اللي هو بص 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 وعليك بقى اي كمل بقى يعني انت كل انت هتعمله انت هتخش وتختار اللعبة اللي انت عايزها اي لعبة انت عايزها وتشتغل معاك بس لازم تحط مكتب الالعاب اللي انا شرحتها لازم الرمز دي تاخدها تحطها جوه البليستيشن عشان الالعاب تشتغل معاك وتظهر معاك غير كده مفيش تقدر كمان تضيف الالعاب تاني يعني انت ممكن تاخد الالعاب تحطها جوه الرمز دي عندك اي لعبة قديمة مثلا عايزة تشغلها تحطها جوه الرمز دي تشتغل معاك وتقرب معاك من غير اي مشاكل موضوع سهل بسيط ولزيز بيخليك تستعيد الزكريات ويخلي الجيل الجديد يجرب الالعاب القديمة ويشوف ادي احنا كنا زمان بنعاني في الرسومات الرسوميات والجرافيكس بتاع الالعاب وهم دلوقتي بيعملوا ازاي عشان ييجي يقول لك ايه جدء فور جزء التاني ولا التالت الرسوميات بتاعيطها ضعيفة يا راجل انت ما شفتش الايام بتاعتي عشان تقول جدء فور جزء التاني ولا التالت رسوميات ضعيفة المهم يا رجال اول الفيديو اعجابكم ما تنسوش الدعم ما تنساش لو انت مشترك جديد تنزل تعمل سبسكرا وشراك وتفعل الجرس ونصارك كل الفيديوهات مشترك قديم مشترك جديد تنزل تعمل لايك للفيديو واسبر اراعك في الكومنتات واشوفكم الفيديو بجادي سلام